دلوقتي مشاهدينا في إطار متابعتنا اليومية لمهرجان العالمين العالمين أو العالم عالمين نشوفنا مع بعض امبارح والناس اللي تابعت على مدار الليل امبارح فيه كتير من القنوات الحفلات المختلفة اللي كانت موجودة في العالمين عايزين نروح دلوقتي لباسم أبو العنين يقول لنا أبرز فعاليات اللي هتكون موجودة النهاردة يا باسم صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا منا وصباح الفل على كل المشاهدين النهاردة احنا موجودين في العالمين بعد الليلة صخبة وجميلة ومبهجة حضرها يعني الألاف من الزائرين للعالمين في حفل غنائي كبير يعني تحت عنوان كامل العدد وفي الحياة كان كامل العدد بزيادة كمان الفنانة رهام عبد الحكيم كانت متقلقة مبارح في الحفل الغنائي وكان فيه تفاول كبير بينها وبين الجمهور وطبعا كان أيقونة الحفل الفنان الكبير متحد صالح واللي يعني الناس كلها بكل الفئات العمرية كانت مندمجة معاه وكانوا في قمة السعادة والحفل كان يعني أكتر من رائع مبارح بصراحة كانت أمسية جميلة جدا طبعا دي كانت أمسية مبارح على أرينا العالمين واللي استمرت لأوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وسط إقبال متزايد فعليا حتى يمكن اللي ما قدرش إن هو يدخل للأرينا نتيجة تكامل العدد فيها كان بتابع على الشاشات العملاقة اللي كانت منتشرة في أرجاء أو محيط الأرينا في الممشى السياحي النهاردة إن شاء الله تاني أيام فعاليات مهرجان العالم العالمين الغنائي من أرينا العالمين وهيكون معانا الفنان حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير وإن شاء الله يعني هنتوقع إن مش هيكون كامل العدد بس يعني ده هيكون كامل العدد أكتر وأكتر إن شاء الله وبتختتم فعاليات الغنائية للأسبوع ده بكرة إن شاء الله بحفل ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عشور دي أبرز الأحداث اللي موجودة خلال اليومين دولي مبارح والنهاردة وبكرة إن شاء الله في العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين والممتد على مدى 45 يوم ويستمر لحد يوم 26 أغسطس من الشهر الجالي إليكي مننا باسم أبو العينين زملنا من العالمين شكرا لك حكيت لنا كده إيه اللي حصل إن بارح هنستنىك تقول لنا بكرة إن شاء الله إيه اللي حيحصل النهاردة في الحفلة